دعا منسق الأمم المتحدة لشؤول الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي إلى تقديم مرتكبي جريمة اغتيال الموظف الأردني في برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي الشهر الماضي بمدينة التربة في تعز إلى العدالة بشكل عاجل وعبر غريسلي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني عن تضامنه مع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى ميليشيات الحوثي منذ نحو عامين كما أكد أن القيود المفروضة على الحركة التي تعيق وصول الجهات العاملة في المجال الإنساني إلى ذوي الاحتياج أمر غير مقبول